أنت تشير إلى تقرير الخاص بالأمم المتحدة وإلى الحديث والبحث الوارد عن طريق المعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة اللي تحدث في هذا التقرير وفي هذا المعهد عن الرحلات المجبوهة اللي بتقوم بتعملية تهريب السلاح والأموال إلى حسين داخل الساحة اليمنية وهذا الأمر بالتأكيد بيطول شبهة للعاملين في مسألة المساعدات الإنسانية اللي بتأتي من خلال الأمم المتحدة خصوصا ما يسمى برحلات الرحمة اللي بتنطلق من صنعاء من سلطنة عمان إلى صنعاء أو عبر المواني البحرية زي شواطئ المهرة وحضرماوت أو عبر المواني البرية اللي بين اليمن وبين سلطنة عمان زي ميناء شح دي كلها طرق إلى حد كبير جدا ضبط من خلالها كثير جدا من عمليات التهريب التي تأتي من الخارج إلى الحسين مسألة ربط الحسين بكثير جدا من الأجنحة الإيرانية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أصبحت مسألة معروفة ومعلومة وما فيهاش أي شبهات ربط الحسين بحزب الله داخل الساحة اللبنانية ربط الحسين بميليشيات الحجب الشعب داخل الساحة العراقية عصائب أهل الحق وفيلك بادر وكتائب بالفضل العباس وصرايا السلام وكتيبة النجباء وحزب الله العراقي وغيره من هذه الميليشيات ويشرف على كل ده فيلق القدس ومعلوم أن هناك شخصيات داخل فيلق القدس ذاته قائمة على عمليات هذا التهريب اللي بتتم إما عبر الشواطئ البحرية أو عبر الطرق الوعرة أو عبر الشواطئ البرية ما بين اليمن وما بين الدول الأخرى خصوصا ميناء شحن اللي بين اليمن وبين سلطنة عمان